ونرحب ضيفنا من العاصمة الروسية موسكو الأكاديمي والديبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتوزوف سيد ماتوزوف ماذا يعني هذا الدعوة من الخارجية الروسية والتي جاءت على لسان نائب وزير الخارجية عندما يدعو واشنطن لوقف التصعيد ولغة التخوين ويتحدث أيضا عن نقاط بالغة الأهمية في العلاقة بين الدولتين ويقول إن التأثير الأمريكي على كييف سيكون قاتل ومدمر طبعا كل ما هو موقف الأمريكي من أحداث في أوكرانيا حتى غالت بالأساس استنتاجات الأمريكية كانت غير واقعية غير علمية لماذا روسيا اتحذت تدابير الوكائية لدمانات الأمن القومي روسيا في أوكرانيا لحتى الآن أمريكا ما وصلت إلى الفكرة الأساسية هذا الروسيا لا تكافح مع الأوكرانيا أما مع أمريكا تواجه التموحات الأمريكية الهيمنة في أوروبا أوروبا شرقية أوكرانيا وكذلك تهدد الأمن القومي الروسي اليوم صار التصريح جو بايدن رئيس أمريكي بهذا القول أن هو الآن يعتبر أن العالم القديم قد تتغير لا شك ولكن هو قال كذلك أن عالم الجديد الآن نحن نشهد وولادة عالم الجديد ونحن لازم نرأس هذا العالم الجديد هذا غلطة غلطة أساسا لأن لا يمكن أمريكا الهند وكيف يمكن أن ترسم هذه التحالفات بعد الأزمة الأوكرانية طبعا أمريكا تحاول وأكثر منها اقترحت على الصين الشعبية الحيادي بديل هذا هي علاقات الصين الشعبية مع تايوان يمكن حتى هذا النقطة أساسية في خلاف أمريكا الصين ولكن كما يبدو من كلام الرئيس الصين سي أن هذا الكلام لا تأثرت على موقف الصين موقف الصين لا يمكن أن نؤكد أنه موقف دعم الروسيا في هذا الحرب لا موقف حيادي ولكن كما قال كان يتحدثون في السابق الحياة إيجابية ولذلك روسيا يمكن في علاقاتهم مع الصين الشعبية نجحت في أن تحيد إيجابية موقف الصين ولا يجري حديث عن مواجهات الحرب الباردة حتى اقتصادية ستظهر ستظهر أحلاف جديدة ودول عدم الحياز جديدة وكيف يمكن لموسكو أن تستفيد من ذلك مع تعطل الدبلومانسية وتبادل الاتهامات مع الولايات المتحدة أنا لا أعتبر الحرك ليست فقط على سعيد الدول الكبرى ولكن عالم العربي وعالم الإسلامي كذلك الآن تحدث موقفة في هذا عالم الجديد في المستقبل ولا شاك أن أمريكا عندما تحلم برئاسة هذا العالم المولود هذا غالطة قبل أن وقت سيد بيتشداف مع هذه الضبابية التي ترافق العلاقات الدبلوماسية والحلول والمفاوضات واشنطن تحذر بشكل مباشر وعلى لسان رئيسها موسكو من الهجمات السيبرانية وتقول بأن الرد الأمريكي سيكون بالمثل وسيكون قاسيا ماذا تعني هذه الحرب الجديدة في المواجهة المفتوحة بين الأقلمين هذا محاولة تخوف الروسيا لجم أن يفهم كذلك لا يستطيع أن ينجح على هذا الدرب لا لا يستطيع أن يحوف الروسيا الروسيا بلد غني الشاسع والماء الناس المثقفين والعلماء موجودين اكتفاع الذاتي هذا هو كانت يتميز الروسيا عام الاتحاد السوفيتي وقبل الاتحاد السوفيتي ولذلك كل الأقوبات هذا فضي المدمون الروسيا أكثر دغوطات على روسيا أكثر تركز على مهمات الداخلية اقتصادية صناعية زراعية سياسية سياسة داخلية كل هذا وارد وأنا أعتبر أنه لا يفهمون هذا شيء عند الاتخاذ القرارات في بيت الأبيض وطبعا الغلط هذا تؤدي إلى محاولة أمريكية لهيمنة لا ولا سالسا مدى الوقت تسعينات لا يمكن أن ترجع في العالم هذه لأن روسيا لا تستطيع اليوم أن تعود إلى لأمريكا هناك أدوات قوية في الداخل روسيا تبور الخامس يعمل ولكن شوفوا وين هذا تبور اليوم كل إنتاج أمريكي هربوا من روسيا وقوبات وضعت عليهم ليس على روس هربوا وإستاذ أمريكا الآن نتيجة تعاون مع التابور الخامس الكل خوالي 600 مليار دولار لإهتياط الزهب ود أشكرك جزيل وشكر وصلت الفكرة ولكن انتهى وقتنا الدبلوماسية الروسية السابق بيتشلاف ماتوزوف كنت معنا مباشرة من سيديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الروسية ترجمة نانسي قنقر